بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من جديد أنبه لقضية عذاب القبر لا زال هناك من ينكر العذاب بعد الموت أو النعيم بعد الموت أنا اليوم لن أطيل عليكم لدي آيتان من القرآن فقط تثبتان بشكل قاطع وواضح وبين أن العذاب بالنسبة للظالم والكافر يبدأ منذ لحظة الموت والنعيم يبدأ أيضا بالنسبة للمؤمن منذ لحظة الموت رجاء كل إنسان ينكر عذاب القبر أرجو أن يصله هذا المقطع آيتان فقط أيها الأحبة الآية الأولى احفظوها معي أحبتي في الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ما معنى ولو ترى يعني أيها النبي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وتخاطبنا من بعده لو قدر لك أن ترى الظالم في غمرات الموت سترى هذا المشهد نحن لا نرى ماذا يحدث لحظة الموت وبالتالي من السهل على أي إنسان أن ينكر العذاب بعد الموت ولكن إذا كنت أخي الحبيب تؤمن بالقرآن يجب أن تؤمن بهذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت طيب ماذا يحدث للظالمين في غمرات الموت في لحظات الموت في اللحظات التي يكون فيها الإنسان بين الموت والحياة لحظة خروج الروح ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لو قدر لنا أن نرى إنسان ظالم يموت لرأينا الملائكة تبسط أيديها إليهم إلى هذا الظالم ماذا تقول لهم أخرجوا أنفسكم خلص نفسك أيها الظالم من هذا المأزق هل هذا عذاب أم نعيم طيب تقول الملائكة لهذا الظالم وهو في غمرات الموت أي لحظة الموت اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بالله عليك أخي الحبيب اتركني من كل شيء هل هذه الآية دليل واضح على أن الظالم يعذب بعد الموت مباشرة ما معنى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي تصور ماذا سيحدث في غمرات الموت الآية تصور لنا ما الذي يحدث الملائكة تبسط أيديها وتخاطب هذا الظالم تقول له أخرج نفسك اليوم يعني يوم الموت اليوم تجزون عذاب الهون طب هل هناك أوضح من هذا الكلام آية تتحدث عن لحظة الموت غمرات الموت وفيها اليوم يعني يوم الموت تجزون عذاب الهون عذاب الذل الهون أي الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله يقول لك أقم الصلاة أنت تستكبر ترفض السجود لله كما استكبر إبليس عندما أمره الله بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين طيب الآية الثانية الله عز وجل أيضا يقول ولو ترى سبحان الله نفس البداية يعني لو قدر لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام وأيها المؤمنون من بعده لو قدر لك أن ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إذن الملائكة فاعل هم من يتوفى الذين كفروا طيب ما الذي يحدث ماذا نرى يا رب لو قدر لنا أن نرى الكافر والملائكة يتوفونه يعني لحظة خروج الروح لحظة موت ما الذي يحدث يضربون وجوههم وأدبارهم يعني لو فرضنا هذا الظالم هذا الوجه وهذا الدبر يعني من الأمام ومن الخلف هذا عذاب أم ماذا نزهة يعني هل هذا عذاب آية شديدة الوضوح يعني لا أدري كيف ينكرونها بكل بساطة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الملائكة تنادي الكافر وهم يتوفونه هذا بنص القرآن أخي الحبيب هذه لغة عربية واضحة والله لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل واضحة جدا لو قدر لك أن ترى لو كان لديك منظار ترى ما الذي يحدث حول الميت لرأيت الملائكة عندما يأتون لقبض روح الكافر يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واضح جدا لماذا ينكر هؤلاء وجود عذاب بعد الموت يعني ماذا سيستفيد من هذا الإنكار يعني أنا لدي مجرم ظالم مغتصب أكل حقوق الناس ظلم الناس قتل مجرم قاتل ما الفائدة أن نقول له لا يوجد عذاب بعد الموت ما هي الفائدة التي تعود علي أنا كمؤمن طيب جئنا بإنسان مؤمن وقلنا له بعد الموت لا يوجد نعيم طيب ما الفائدة من هذا الكلام لا أدري ولا تحقق أي هدف سوى إنكار آيات الله سبحانه وتعالى سوى تشويه أو تحريف تفسير القرآن الواضح طيب بالنسبة للنعيم أيها الأحبة أنا سأكتفي بآية واحدة فقط ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هل هذا نعيم أم فراغ نعيم فرحين بما آتاهم الله من فضله الفرح هل هو نعيم أم لا شيء نعيم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم البشرة والاستبشار هل هو نعم نعيم طيب ما الفائدة أن تنكر أن بعد الموت لا يوجد شيء لا أدري طيب إذا يعني أنت طمأنت هذا الكافر أو هذا الظالم أنه لا يوجد عذاب قبر طيب يوم القيامة ألن يعذب في جهنم إذا ما الفائدة إذن أخي الحبيب بالنسبة لمن لا يقتنع بوجود عذاب بعد الموت أرجو أن يصله هذا المقطع وأن يقرأ هذه الآيات بالإضافة هناك عشرات الآيات على فكرة في القرآن الكريم كثير من الآيات أشهرها عذاب فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن هذا في الدنيا في عالم البرزخ يعرضون على النار غدوا وعاشيا طيب العرض على النار هل هو عذاب أم ليس بعذاب؟ يقول ليس بعذاب مجرد عرض طيب أنت تنكر القرآن اقرأ الآية التي قبلها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق أحاط وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها وحاق بآل فرعون عفوا سوء العذاب النار يعرضون عليها وحاق بآل فرعون ماذا؟ سوء العذاب ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها إذن القرآن يقول لك سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا طيب هذا في الدنيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أشد العذاب في النار هناك يوم القيامة سوء العذاب في الدنيا في عالم البرزخ قضية شديدة الوضوح أخي الحبيب يعني لا تحتاج لمناقشة أصلا ولا تحتاج لإثباتات طيب من العلم أختم بجامعة أوريغون قامت بدراسة علمية على ما أذكر وجدوا أن البيئة التي تعتقد أنه يوجد عذاب بعد الموت تقل فيها نسبة الجريمة إذن هذه فائدة علمية للاعتقاد بوجود عذاب للقبر البيئة التي يعتقد فيها البشر أو الناس أنه بعد الموت لا يوجد عذاب تكثر فيها الجريمة ما رأيكم بقى؟ هذه دراسة علمية نحن تحدثنا عنها خصصنا حلقة كاملة موجودة على يوتيوب طيب ننكر العلم والحقائق العلمية وننكر القرآن الكريم من أجل ماذا؟ لا شيء سوى اتباع الهواء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنبهكم أيها الأحبة لقضية مهمة النبي أمرنا بها أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء أربعة أشياء بعد التشهد الأخير قبل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في نهاية التشهد الأخير تدعو بأربع كلمات احرص عليها وستجد شيء عجيب يحدث معك إذا داومت على هذا الدعاء في نهاية كل صلاة قبل في نهاية التشهد قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر رقم واحد ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رجاء أن احفظوا هذه الأربعة التي كان النبي يحرص عليها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر رقم واحد ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب القبر وعذاب يوم القيامة وأن يجعل أيامنا كلها فرح وسرور وبخاصة يوم لقاء الله أن يكون أن نفرح برحمة الله ولقائه فهو القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والحمد لله رب العالمين